بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل تنازل الإمام الحسن عليه السلام عن الخلافة تنازل لمعاوية أم عن الإمامة وهل هناك فرق بينهما بين الإمامة والخلافة وما هي الإمامة التي بقيت لديه بعد التنازل ماذا يفيد هذا الحديث وما هي صحته يعني هل هو صحيح أو لا مروع عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا وإذا كان صحيحا فلماذا تنازل الحسن عن الإمامة لمعاوية ابن أبي سفيان هذا الموضوع أثار جدل ساخن بالحقيقة وطويل الأخ السائل وأيضا أنا عندما أجيب عن هذا السؤال هدفنا في الحقيقة ليس التنقيص من شأنية ومكانة الإمام الحسن فهو ريحانة رسول الله وما أدنا كلام حوله ولكن الكلام يعني يرتبط بمفهوم الإمامة الإلهية أنه هل كانت هناك إمامة إلهية بعد النبي أم لا مسألة عادية وطبعا هناك مؤشرات كثيرة على أنه النبي محمد هو خاتم النبيين ولا توجد بعده أي إمامة أو أي نبوة أو نصف نبوة أو ثلاثة أربع نبوة كما يقول البعض لأن البعض عندما يقول الإمامة الإلهية أن الإمامة معينين من قبل الله يعني صار مثل النبي وبالتالي يعدهم ألم من الله صار مثل وحي يعني ينزل عليهم وبالتالي يعدهم شأن آخر ويا ريت نكتفي بهذا الموضوع إنما هناك من يعني يأخذ الجانب الثاني أو الوجه الآخر من القضية أنه طيب لماذا إذن الآخرين غتصبوا الإمامة منهم فيروح يلعنهم وسبهم وشتمهم وسبوا فرقة اللي هذا فالجدل تاريخي يعني قضية تاريخية قبل 1400 سنة ولكن الآن لها ذيول تثير التفرقة بين المسلمين وتزرع العذاوة والأحقاد بين المسلمين وشوفوا أنتوا الجدل اللي صاير أنه بعض الناس شلون يتعصبون وينفعلون ويدافعون بقوة عن نظرية في التاريخ هي مو نظرية شخصية فقط نظرية سياسية لم تنجح أو لم تستمر وتهاوت وانتهت وراحة انقرضت ومع ذلك فهناك من الناس من يناقش في هاي النظرية ويحاول يثبتها مثلا بهذا الحديث أو حديث الاثنى عشرية العامة الاثنى عشر وناقشنا هذا الحديث أدت مرات ويجي يستشد بهذا الحديث طيب لو واحد يدرس تاريخ الإمام علي ويدرس تاريخ الإمام الحسن وتاريخ الإمام الحسين هل يجد في هذا التاريخ ما يؤشر إلى وجود نظرية دينية لديهم أنه احنا معينين من قبل الله تعالى لحكم الناس وحكم الناس طبعا الآن البعض حاول يتفلسف أكثر فريد يفصل بين الإمامة والخلافة يقول الخلافة هي مسألة دنيوية وهي نعم بالشورى كما قال سيد مرتضى العسكري وبعض الأصحاب يعني وأن هؤلاء أئمة باقين أئمة على إمامتهم ولكن الخلافة يمكن يتنازلون عنها يمكن نعطوها المعاوية يمكن نعطوها لواحد ثاني مو مشكلة عندهم ولكن الإمامة باقية فما هي الإمامة وهل الإمامة تختلف عن الخلافة وأساسا كلمة الإمامة ماذا تعني؟ الإمامة ليست نبوة الإمامة هي قيادة المسلمين بعد النبي وتنفيذ الإسلام وتنفيذ الشريعة وتطبيقها فهذه هي الإمامة ما في شيء آخر عدنا غير هذه الإمامة اللي هي الخلافة نفسها ولكن البعض يحاول يعني يجادل في هذا الموضوع فإحنا خلنا شوية نلقي أنه الإمام الحسن هل أوصى إليه الإمام علي بالخلافة والإمامة مثلا؟ أو لم يوصل له وهو هل أوصى الإمام الحسين أم لم يوصل له؟ ولذلك الإمام ماذا كان ينظر لها الحكم والسلطة والخلافة الإمام كان ينظر إمام الحسن بالذات كان ينظر إلى هذه المسألة نظرة دينية أنه هي تكليف من الله تعالى وبالتالي ما يجوز له يتنازل أو يعطيه لواحد آخر وإلما إلى معاوي بن أبي سفياني اللي حارب الإمام علي أربع خمس سنوات فكيف يجوز له أن يتنازل؟ أنا طبعا بحثت هذا في مقدمة كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وقلت أن نظرية أهل البيت هي الشورى وليست الإمامة الإلهية لم يكن أحد منهم يعرف هذه النظرية وإنما هذه النظرية تكونت عبر التاريخ بعد قرون يعني وركبت على أهل البيت ويجوون لقرون التاريخ بتعسف حتى يثبتوا هذه النظرية وشي حصلوا من أدى مراحة ولا أما قبل 1400 سنة إنما الآن هذه النظرية تزرع الحقد في قلوبنا على من تولى الخلافة سابقا وهناك يعني فئات كبيرة من المسلمين توالي أولئك الخلفاء وتقدرهم وتعظمهم وبالتالي راح يعادون الشيعة والشيعة يدخلوا معهم في تفرقة ويصير يعني شق بين المسلمين لذلك أنا أبحث هذا الموضوع في الحقيقة من أجل توحيد المسلمين من أجل إزالة هذه الشبهات والأوهام والأساطير من أقولهم حتى يتوحدوا ويعيشوا بمحبة وسلام وبالتالي ما حلم يقول أنا سني وأنا إذاك شيعي وهذا كذا وكذا لا سألون أن تقوم مع بعض وشوفوا أنت الأثر السلبي لهذه الأفكار وهذه النظريات إذا يجي واحد قال الإمام علي اغتصب الخلافة إذا مثلا واحد يجي يقول الإمام علي اغتصب الخلافة وكان لا سمح الله وهذا كان منافق ومرتد وكذا وكذا شنو يكون موقف الشيعة من هذا الإنسان يعني هل يحبوه هل يتعاطفوا معاه هل يندمجون معاه هل يعيشون معاه بسلام أم يحكدون عليه ويعادوا ربما يصلون إلى القتل وقتال معاه فنفس الشيء في ناس مثل البنبي طالب بناظرهم أو بكر وعمار واثمان وكذا كان ينظرون دولة صحابة كرام خدموا الإسلام وساندوا النبي ويأتي واحد يقولك لا دولة تصب الخلافة إمام علي نتيجة شبهة فش يصير في قلوبهم عداوة إلى من يقول ذلك ويصير تفركة فهنا نحاول اجتثاث جذور التفركة الموجودة بين المسلمين هذا هدفنا من هذا البحث ولو البعض ينفعل ويتعصب وكذا لكن لو قرأ التاريخ إمام علي أنا كتبت أجل سطور حول هذا الموضوع في هذا الكتاب قلت الإمام الحسن والشورى ذكر المؤرخون أنه لما توفي الإمام علي عليه السلام خرج عبد الله بن العباس أول شي قالوا لإمام علي في بحث سابق أنه ذاكرة أنه اعهد إلى الحسن قال أنا ما اعهد إلى الحسن أترككم كما ترككم رسول الله قالوا طيب إحنا راح ننتخب الحسن قال كيفكم أنا لا أمركم ولا أنهاكم لأنه ليس قضية دينية الخلافة مسألة دنيوية مسألة سياسية وليست مسألة دينية فلما توفي الإمام علي خرج عبد الله بن العباس إلى الناس فقال إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك خلفا فإن أحببتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا أحد على أحد فبكى الناس وقالوا بل يخرج إلينا هذا المسعودي الشيعي هذا المؤرخ الشيعي في مروج الذهب جزء 2 صفحة 44 وطبعا ابن كثير هم يذكر هذا في البداية والنهاية وابن أبو الحديد في شرح نهج البلاغة جزء 4 صفحة 8 وجزء 16 صفحة 22 فشوفوا ما في شيء اسمه ذيك الأيام عند الشيء على وائل وعند أئمة أهل البيت شيء اسمه إمامة وخلافة وكذا ما في شيء يعني وكما هو ملاحظ فإن الإمام الحسن لم يعتمد في دعوة الناس لبيعته على ذكر أي نص حوله ما قال النبي نص علي وقال الحسن الحسين إمامان قاماء وقعداء ما كان هذا شيء معروف ذيك الأيام أو من أبيه حتى ولا قال أبويا وصائلية وقد أشار ابن عباس إلى منزلة الإمام الحسن عندما ذكر المسلمين بأنه ابن بنت رسول الله وذكر أنه وصية الإمام أمير المؤمنين وصية طبعا وصية معروفة فرأناها أدث مرات وصية عادية ليس فيها إشارة للخلافة والحكم ولكنه لم يقل أن مستند الدعوة للبيعة هو النص أو الوصية بالإمامة وهذا ما يكشف عن إيمان الإمام الحسن بنظام الشورى وحق الأمة في انتخاب إمامها وقد تجلى هذا الإيمان مرة أخرى عند التنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية واشتراطه عليه العودة بعد وفاته إذا الحسن كان متوفي أو معاوية متوفيه إلى نظام الشورى حيث قال في شروط الصلح على أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين هذا أيضاً المجلسي في بحار الأنوار جزء أربعة واربعين صفحة خمسة وستين باب كيفية المصالحة من تاريخ الإمام الحسن المجتبى هذا شيعي أخباري تعرفوا المجلسي صاحب بحار الأنوار يذكر أنه الإمام اشترط عليه أن تعود شورى بين المسلمين ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتأين من الرسول كما تقول النظرية الإمامية لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها لأي أحد تحت أي ضرف من الظروف مثل الإمام الحسين قاتل ورفض الاستسلام ليزيد وإمام الحسن قال نفس الشيء عليه أن يعمل ولكن القضية ليست هكذا فتنازل عنها ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوي أو أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعتي كم تعالوا أنتم بايعوا ولكن الإمام الحسن لم يفعل أي شيء من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى يعني هو الآن قال أنا أريد يعني أحفظ دماء المسلمين وإذا العرك على زعامة والخلافة أخذها معاوية لكن بالنتيجة أيضا ما وسطه يعني طبعا معاوية نكت الشروط كلها ووضعها تحت قدمه أعلن أنه هذا أعهدت الإمام الحسن على شروط وهذه تحت قدمه استهتر يعني بهذا الشكل هذا ولم يلتزم ورح وصل لابن يزيد بعدين وألغى نظام الشورى نهائيا بين المسلمين فهذا الحديث الذي يقول الإمام الحسن من الحسين إمامة أو قعدها شنه يعني إذا هي نص بالإمامة الإمامة هي الخلافة هي الحكم ما يكون شيء آخر يعني الإمام الحسن لما تنازل عن الإمامة ما صار مرجع ديني ما أفتل المسلمين ما بيّن أي شيء الذين يفصلون يقولون الإمامة شيء والخلافة شيء الخلافة يمكن يتنازل عنها بس الإمامة ميتني شنه يعني الإمامة هي شنه إمامة حسن ما كان حاط نفسه مرجع ديني للناس هو فقط زعيم سياسي كان انتخبوا الناس وصار خليفة شرعي راشد وثم تنازل يعني يحكم دماء المسلمين وتنازل للمعاوية فلا يوجد اختلاف أو خلاف بين كلمة الإمامة وكلمة الخلافة فهذا الحديث بالحقيقة طبعا الناس يأخذوه بدون مراجعة سند عن عادة الناس لا يبحث السند لا يبحث المصدر لا يبحث متى اشتهر متى كانوا فقط يمشي الحديث ويأخذون به ويبنون عليه عقيدة دينية ما يصير مو آية قرآنية ولا حديث نبوي متواتر بهذا الشكل حتى احنا نسلمه وثم ماذا بعدين بس الإمام الحسن والحسين إمامان وبعدين شنو يصير بالموضوع هل هناك إمامة أو لا تنقطع الإمامة إمام حسين لم يشر إلى أحد لا بالإمامة ولا بالخلافة ولا بأي شيء فمعناته هاي النظرية متعصفة واحنا لدي نركبها على أهل البيت ونقولهم أنتو لازم أدكم هذا الصفة وأدكم هاي الدرجة فهذا بالحقيقة نحن ما نحاول يعني أن نسيء للإمام الحسن وإن الله وإنما هاي النظرية ننشيلها من أذهاننا حتى ننظر الأمور نظرة اعتيادية يعني الذين سبقوا إمام الحسن سبقوا الإمام علي أما أخذوها بالتراضي وبالكذا صار حكام حكام مدنيين حكام دينيويين مو حكام دينيين حتى نجي نستشكل عليهم أيضا والمشكلة أنه الآن هذا الفكر اللي نسويه الإمام الإلهية اللي وصلت إلى طريق المسدود واختلقنا ولد لإمام الحسن العسكري وقلنا هذا موجود ويجون أدنى الآن أشخاص عاديين ما ندري علماء ولا مو علماء يقولون علماء الله أعلم نشوف علمهم مشلون ما حد ما نسوي لهم امتحان وشايف علمهم ويدعون بالدعاية والإعلام يقولون هذا صار عالم صار مرجع وصار مرجع ديني شن يعني مرجع ديني يعني امتداد للإمامة يعني هو عنده شرعية الدستورية هو عنده ولاية الأمر على الناس هذه مشكلتنا اليوم مشكلة الشيعة بالخصوص أنه ناس يدعون المرجعية ويدعون العلم وطبعا يدعون العدالة ولو بناتم واحد يفسق الثاني واحد يخون الآخر واحد قد يكون يظل للآخر فتاوى الترليل والتفسيق وشفتوا بالتسعينات بين عدد مناجع بالنجف اللي أربع خمسة كانوا واحد شلون يفسق الآخر وهذا عميل وذاك حوزة صامتة وذاك كذا يعني بالتالي مع ذلك يجون يقولون لكم إحنا أولياء عليكم وإحنا عدنا نوثل الله في الأرض وإحنا كلامنا كلام الله إحنا نحل ونحرم يحلون حرام الله ويحللون حرام الله يحرمون حلال الله وأعتقدهم هم هذا المنصب منصب وهمي ومنصب ما إلى أساس منصب يعني هم مخترعي لأنفسهم مفترضي فرضيات على فرضيات يعني فرضية المرجعية الدينية الآن ومبنية على فرضية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي هو إمام أهدي شنو هو فرضية هو محقيقة تاريخية ما موجود لم يولد أساسا أبوه لم يدعي يعني الأبوه المفترض حسن عسكري ما قال أنا عندي ولد ناس دجالين قالوا هذا عنده ولد وإحنا سفراءه ومشوها شغلة وبعدين الإمامة نفسها هي أيضا فرضية الإمامة لا تقوم ولا تستند على أدلة شرعية قاطعة وواضحة وصريحة ومتكاملة مو نظرية متكاملة يعني لا توجد نصوص على الأئمة ولا توجد وصايا عليهم ولا يعني أدل معاجز ولا شيء إنما ناس ادعوا وادعوا وادعوا ووصلتنا هاي النظرية اليوم وإحنا سمونا شيعة إمامية إثنى عشرية وعدنا امتداد دي هاي الإمامة اللي هم الفقهاء المراجع فمساعدين نحن فرقة والمسلمين فرقة الشيعة والسنة على شنو؟ على أوهام في أوهام في أوهام الله سبحانه وتعالى يريد من أدنى نتوحد وأن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولكن احنا بهذه الأساطير وبهذه الأوهام مفرقين الأمة وبعدها نستطيع أن نتكلم شلون فتاة أخرى باللعن والكذا في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر